وصلنا للدرس السابع أتصدقون؟ أنا حقاً مستمتع جداً بالحديث معكم يا شباب أتكلم وحدي لكن وجوهكم مذهلة أنتم تخرجون الكلام مني أما عنوان هذا الدرس فهو التساهل والحق والمحبة وسيكون هذا درسي المفضل لكن بخصوص موضوع القضاء على الكريبتونايت سوف نتحدث عن هذه الكلمات الثلاثة التساهل والحق والمحبة حسناً والآن مبدئياً أريد أن أذهب إلى كنيسة ثياتيرة ليس إلى الكنيسة بل أريد أن أذهب إلى رسالة يسوع إلى كنيسة ثياتيرة كما تعلمون في كتاب الرؤية يرسل يسوع رسائل إلى سبع كنائس أسيوية لو كانت هذه الرسائل تنطبق فقط على تلك الكنائس وقتها لم وضعت في الكتاب لماذا؟ لأنها تنطبق عليهم فقط بما أنها موجودة في الكتاب إذن فهي نبوية أي تنطبق علينا اليوم أولاً الرسالة ليست موجهة إلى مدينة ثياتيرة يتحدث يسوع في هذه الرسالة إلى كنيسة ثياتيرة انظروا الآن في البداية اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام سأقول إنه يتحدث إلينا نحن هل يمكنني ذلك؟ سأتحدث في زمن المضارع لأن هذا ينطبق علينا يقول أنا عارف أعمالك هذا يسوع يتحدث إلينا نحن يقول هنا أنا أعرف محبتك وإيمانك وخدمتك وصبرك ويقبل وأعلم أنك تعمل الآن أكثر مما عملت في السابق هذا أمر شديد روعة ما هو أول شيء يترك الخدمة إن تردى حال الخدمة؟ محبة الله يقول لكنيسة أفسس تركت محبتك الأولى ليس لكنيستنا نحن نحن محبتنا قوية ولسنا أقوية في المحبة فقط بل في الخدمة وفي الإيمان وفي الصبر بل ودعوني أخطو خطوة أبعد نحن نتحسن باستمرار في كل هذا وأي قص لا يريد أن يقول يسوع هذا عن كنيسته؟ أنا سأقول حسنا هذا يسوع يقول نحن نتحسن من الواضح أن هذه كنيسة جيدة نامية قوية إنهم يخدمون المجتمع ويحبونه لكن انظروا إلى بقية كلامه حسنا أريد أن أؤكد على هذه المعلومة ليست كنيسة معالة بل كنيسة نامية وفجأة يتحول المدح إلى تقويم يقول يسوع في العدد التالي لكن لي عليك أنك تتسامح مع المرأة إيزابل التي تدعي أنها نبي وتضلل عبادي بتعاليمها وتغريهم بأن يزنوا ويأكلوا من ذبائحي الأوثاني أولا لماذا أسمها إيزابل؟ مع العلم أنه كان هناك الكثير من اليهود في تلك الكنائس هل كان يسمي أحد بنته إيزابل بعدما قرأوه في ملوك الأول والثاني؟ حسناً إذن أنا شخصياً لا أؤمن أن هذه امرأة تدعى إيزابل كانت موجودة وقتها وهناك سبب آخر وأعتقد أن مترجيمي ترجمة نيو ليفنج يؤمنون بهذا لأنه قال هنا المرأة إيزابل تعرفون أن ابني أليك يمزح طوال الوقت صحيح؟ إن قلت أليك ذلك الرجل الفكاهي لا أقصد أن اسمه فكاهي بل أقصد أنه شخص فكاهي صحيح؟ يقول يسوع المرأة إيزابل إذن ما يقصده أنها من نوع إيزابل المذكورة في ملوك الأول والثاني هل تتابعون؟ إذن دعونا نتحدث عن إيزابل المذكورة في ملوك الأول والثاني لنرى نوعها إيزابل المذكورة في ملوك الأول والثاني كانت ملكة عبادة الأوثان كانت تعبد الأوثان وكانت امرأة ذات تأثير قوي كل بني إسرائيل سبوا بها رجل واحد وقف ضدها اسمه إليا وحتى هو هرب من أمامها لكنه واجه أنبياءها من هم أنبياؤها؟ أناس مستأجرون إعلامها المدني ومثل هذه الأمور هل أكمل هذا؟ إذن حين واجه إليا الشعب وقال لهم حتى متى تترددون كالعرج بين طريقين حتى متى تترددون إن كان يهوى الإله فاتبعوه وإن كان البعل تذكروا البعل وثن إلى ما تشير كلمة وثن؟ إن كان الخطية فاتبعوها اختاروا فوقفوا في ذهول حسنا كان على إليا أن يواجههم إذن علينا أن نسأل هذا السؤال الآن لنعود إلى كنيسة الثيتيرة هل كان أعضاء هذه الكنيسة التي تنمو في المحبة وتنمو في الخدمة وفي الإيمان هل كانوا يرتكبون الزنا حرفيا؟ ويأكلون ما ذبح للأوثان؟ لا أعتقد سبب عدم اعتقادي هو أن بولوس لا يدين أكل ما ذبح للأوثان إن قرأتم كورينثوس الأولى ثمانية يقول حسب إيمانك صحيح؟ إذن لماذا سيدين يسوع شيئا وافق عليه روح الله في بولوس؟ حسناً إذا نظرتم إلى معظم تفسير الكتاب يقولون إنهم لا يؤمنون بأنه كان هناك زنا حرفي يتم تعليمه وأمور وثانية بل كانت وثانية الخطية المتعمدة حسناً والآن أردت أن أصل لهذا كل هذا لا يهم تعرفون ما المهم؟ جوهر تقويم يسوع هنا هو تفاعل كنيسة الثياتير أو بالأحرى عدم تفاعلها مع الخطية المعلنة أو الوثانية انظروا إلى هذا يقول هنا لكن لي عليك أنك تتسامح كلمة تتسامح هنا تعني تسمح بكذا أو تأذن بكذا أو من الناحية السلبية لا تنهي عن أو لا تمنع أو لا تردع أو لا توقف عملاً ما هتفهمون؟ إذن لا يحاسب يسوع هؤلاء المذنبين لنقل إنه في كنيسة الثياتير ربما كانت هناك امرأة مؤثرة ثم جمعت حولها مجموعة من المجرمين إنه لا يحاسبها هنا لا يحاسبها ولا يحاسب مجرميها بل يحاسب الكنيسة على ترخيها تساهلتم في هذا لا تواجهونه صحيح؟ قال أم هلتها أن تتوب عن زناها؟ لكنها لم تتوب من الواضح أنه كانت هناك تحذيرات ولم يسمعوا والآن يحاسبهم على تساهلهم تفهمون؟ ربما هذه الكنيسة تفضل التعليم الذي يرفع معنوياتهم لا يريدون تعليماً تقويمياً هل تتابعون؟ إذن لو كنت في مبنى وهذا المبنى يحترق ماذا سوف تفعل إن اشتعلت النار والناس نائمون؟ استيقظوا، اخرجوا يلا الهول اخرجوه من المبنى صحيح؟ حسناً تعرفون أن يهوذة يهوذة الرسول ودع في موقف مشابه؟ قال يهوذة أيها الأحباء كم كنت مشتاقاً للكتابة إليكم عن الخلاص الذي نشترك فيه أراد أن يتحدث عن أمور نجابية غير أني أشعر بالحاجة إلى الكتابة إليكم لتشجيعكم على الكفاح من أجل الإيمان الذي أعطاه الله لشعبه المقدس مرة واحدة لأنه قد اندس بينكم أشخاص لا يتقون الله ويتخذون من نعمة الله مبرراً للانحلال كان الموقف كالتالي أراد يهوذة أن يكتب عن السماء وعن كونهم سفراء يسوع وعن بركات الحكمة في السير مع يسوع وعن قوة الله الشافية لكن لم يقدر قال الأهم أن أحذركم من من يحاولون نعمة الله إلى رخصة للفجور لأنه كان هناك من يعذون عن نعمة متساهلة وليست ممكنة كان نفس الشيء يحدث في ثياتيرا لذا يقول يهوذة يجب أن أكون أباً حقيقياً ويجب أن أحذركم من هذا وأنا أتفاهم هذه المعضلة أفهم ما يشعر به أحياناً كنت أرغب في كتابة كتاب عن شيء إيجابي يرفع معنويات الناس شيء مشجع لأنه من من لا يحب التشجيع؟ والتشجيع جزء من الإنجيل البنيان والوعظ والتسلية صحيح؟ كلنا نحتاج هذا كل واحد فينا صحيح؟ لكن التشجيع فقط ليس مشورة الله الكاملة وككنيسة نحن نغجل ما نفعله لا يختلف عما تفعله الثياتيرا نحن مثل الثياتيرا إيماننا يزداد ومحبتنا تزداد وخدماتنا تزداد لكننا لا نواجه مما يضع الناس في وضع عبادة يسوع مزيف أتفهمون؟ هناك مثل لاتيني قديم يقول الصمت يعني الموافقة كان يجب أن يتحدث حين كان في إمكانه بالنسبة للقادة أقول الصمت يقول شيئا يقول ما تفعله صحيح استمر قال يسوع بوضوح إن الذين ينقادون لتعاليمها الخاطئة سيعانون كثيرا إن لم يتوبوا أقصد الأمر خطير لأنه لا يتحدث إلى مدينة ثياتيرا بل إلى كنيسة ثياتيرا والآن السؤال الذي علينا أن أسأله هو ما هو السبب في هذا التساهل؟ لماذا يتساهل الناس الذين يكتبوا يهوذ إليهم؟ لماذا لا يواجهونه؟ بسبب الفهم المضلل للمحبة الحقيقية هذا سبب التساهل إذا نظرتم إلى فاسة أربعة يوضح الأمر من ترجمة نيو ليفينغ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org يقول بولوس وإنني لأرجو أن لا نكون فيما بعض أطفالا ننجرف مع كل نوع من التعاليم التي يأتي بها ماكرون التعليم المزيف سيشبه الحق جدا لكنه ماكر والآن انظروا إلى ما قاله بولوس هذا هو التعارض هنا بل ينبغي أن نتكلم بالحق في المحبة وننمو لنكون مثل المسيح والآن من السهل أن نرى التعاليم المزيف حقيقية القوة التي تحارب ضد هذا ليست قول الحق فحسب بل قول الحق بمحبة إن قلت الحق فقط ستصبح متشددا وإن تكلمت بمحبة فقط ستصبح مجنونا لكن حين تقول الحق بمحبة ستحصل على ما يلزم لنكون في أمان لهذا يقول بولوس لكنيسة كورينثوس تقل محبتكم لي بينما تزيد محبتي لأنهم لم يريدوا التقويم لم يحبوه أرادوا كلمات تشجيع تشجيع فقط لنكن صرحاء سأقرأ هذا من مذكرة مباشرة نحن نتجنب قول بعض الحقائق الروحية لأننا نشعر أنها لا تتفق مع المحبة التي نتوق إليها جدا نحن في الحقيقة نتجنب دعوة الناس لعدم الاستمرار ولتغيير أسلوبهم نرى أن دعوة الناس للتوبة تتعارض مع الحنو اللطف والشفقة والحب لكن شاهدوا هذا الفيديو الذي أعده فريقنا انظر انظر لهذا لابرادودل ماذا؟ نعم هناك اوه أحب هذا النوع جميل نعم نصف لاب ونصف مودل انتظر ماذا؟ مدهش مودل نعم لا هذا لا شيء أبدا لا لا إنه مودل نقي أليس هذا أليس هذا ديف صديقنا؟ أجل ماذا يفعله هنا؟ ربما يستمتعه بالمنظر لحظة أليس ديف أعمى؟ يجب أن نحذره هاي يا ديف انتظر ما الذي تفعله؟ لا يمكنك أن تملي على ديف ما يفعله لماذا؟ أنت أعمى؟ لا إذن أنت لا تعرف ما الذي مر به ديف؟ لا يمكنك التعامل معه اتركه شأنه إنه بخير حسناً إنه ينزلق الآن حسناً هل ستهاجمه الآن لمجرد أنه ينزلق؟ الجميع ينزلقون من وقت لآخر أهاجمه هذا ليس حاول فقط أن أحميه من الوقوع من الجرف لا لا حسناً اسمع أعتقد أن ما عليك فعله هو أن تحبه فقط ولا تشير ما علقت هذا بالأمر؟ المحبة هي كل الأمر لأنك لو أشرت إلى نقطة ضعفه سيشعر أنه غير محبوب وغير مقبول أحمي الرجل من الوقوع من الجرف إنها لا يتوقف ديف توقف لا توقف توقف إن تكلمت بالسوء على العميات ماذا؟ هل جنينت؟ سيتضلق الكثير من الناس وسيكرهونك وأيضاً ماذا لو جعلته لا يحبنا؟ لكن فكرت في هذا؟ ديف سيموت يجب أن هاي ديف لا 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 هل من أحد هنا؟ نعم مرحبا ديف ما أخبارك؟ أنا شارلي من المدرسة مرحبا توقف من أجل خاطر ديف أحتاج بعض المساعدة أعتقد أنني ظللت طريق هل تقودني للطريق الصحيح؟ أخضر نعم يبدو أنه تائه معك حق يجب أن نشجعه ديف 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 أنت تقوم بعمل رائع أنا سعيد لأنك هنا وأنا فخور بك لأنك تسير في هذا الطريق أنت شخص عظيم أنت رائع أوه أشكرك أنا في الطريق الصحيح رقبه سيفهم أحببه في مشكلته نعم لقد فهمت وحدك نيف ماذا تفعل؟ ماذا؟ نيف ما؟ نيف نيف هذا مثال رائع حسناً دعونا نتحدث عن الأمر كيف ينطبق هذا علينا اليوم؟ حسناً ها هو ديف ديف أمامنا إنه أعمى متجه للجرف موت مؤكد وما يهم شارلي جعل خطواته الأخيرة مريحة عندما نكون ككنيسة مهتمين فقط بأن تكون كلماتنا إيجابية فقط نريد أن يكون اليوم هو أفضل أيام حياتك نريدك أن تستمتع بالحياة فقط لا غير نجعل الكثير من العميان يتوجهون إلى الجرف نجعل الحياة مريحة أكثر ونحن أساساً لا نحب الناس بحق والمحذن حقاً هو أننا حين نحاول أن نحب الناس حقاً نرى متعصبين وكأننا نكرههم بينما الحقيقة نحن نحاول أن ننقذهم من موت محقق ما يمنعنا عن فعل ذلك هو أننا نرى الحياة ثمانين سنة هذا ما نراه مؤمنون كثيرون جداً في الغرب نرى الحياة ثمانين سنة مثلاً لو ذهبت إلى عشاء عرص أخذونا إلى طاولة مليئة بالحلوة إن كنت أرى الحياة بمنظور يوم واحد ماذا سأفعل؟ سأأكل كل الحلوة التي على الطاولة صحيح؟ لكن لو منظوري ستة أشهر سأكل شيئاً وحيداً أو لا شيء لأني لا أريد ألاماً في معدتي في اليوم التالي لا أريد دهوناً زائدة في الأسبوع التالي ولا أريد ضعفاً في صحتي بعد فترة صحيح؟ لكن سيلومونني ماذا بك يا بيفير؟ استمتع بالحياة ليست متعة حياة بل متعة يوم هذا ما نفعله نحن نحن نتجادل نحن نقول أنت لا تعرف المشاكل التي يمر بها أنت لا تعرف خلفيته انتظر لحظة هل سنتجنب إخبار الناس بالحق؟ لأننا لا نريد أن يظن أننا متعصبون؟ هل تفهمون هذا؟ هل تفهمون أنه يوجد جحيم حقيقي؟ هذا صحيح يسوع يتحدث عنه وكذا بولس ويحن انظروا في الكتاب يقول يحن سيعذبون نهاراً وليلاً إلى آبد الآبدين حسناً انظروا متة يقول يسوع وهكذا يذهب الأشرار إلى عقاب أبدي وهذا يعني عقاباً لن ينتهي أبداً 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 أبدي معناها لن ينتهي فسيكون جزاؤهم ضماراً أبدياً وسيبعدون من وجه الرب عقاب الجحيم الحقيقي هو غياب محضر الرب طوال الوقت لم يقلق الجحيم لنا بل للشيطان وملائكته والشيطان خدع آدم ويسوع أتى لينقذنا ونحن فقط نريد أن يفرح الجميع ويستمتع بالثمانين عاماً بينما يقول يعقوب أنتم كالبخار هذه الحياة صفر بالمقارنة بالأبدية الأمر هكذا ما هو الحب الحقيقي؟ ما هو؟ يحن الأولى أربعة ثمانية يقول الله محبة اسمعوا الله محبة لم يقل الله محب بل هو المحبة ذاتها إذن هل نحن المخلوقين نقول للخالق من هو؟ هل نعرفه؟ لا بل ندعه هو يعرف المحبة صحيح؟ كنت أصلي وكنت أتمشى على شاطئ جميل جداً كان ذلك في الصباح الباكر وقال للروح القدس يا بني لقد ركزت الكنيسة على تعريف الوحدات الطرفية للمحبة وتركت جوهر المحبة دعوني أشرح لكم الأمر كما شرحه لي لنقل أن لدي طفلاً وأنا أشرح له الفرق بين الرجل والمرأة فإن قلت لذلك الطفل الرجل لديه عينان ولديه أنف ولديه أذنان وشعر ولديه يدان ولديه ذراعان ولديه رجلان سيرى الطفل امرأة ويقول هذا رجل لماذا؟ لأنني لم أقل له الأمور التي تميز المرأة عن الرجل لم أقل إن المرأة لها ثديان ولها جهاز تناسلوي مختلف عن الرجل صحيح؟ لم أدخل في الاختلافات المحددة بين الرجل والمرأة صحيح؟ قال تقولون إن المحبة لطف والعالم أيضاً لديه محبة فيها لطف المحبة تصبر حسناً أن الناس في العالم يمدحون الصبرين أتتابعون؟ تعرفون باقي القائمة لكن هناك اختلاف يمكننا أن ندعوه لاختلاف التمييزي بين المحبة التي في العالم ومحبة الله يحنى الأولى خمسة ثلاثة هذه هي انظروا هذه هي محبة الله حسناً لم يقل المحبة لطف والمحبة صبر وهكذا صحيح هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه حسناً لو لم تنتبه لهذه هناك غيرها في يحنى الثانية ستة فالمحبة هي أن نسلك بحسب وصايا الله وإن كان هذا غير كاف سأدعي يسوع ليفصل في الأمر اسمعوا ما ذا قال هذه الكلمات لونها أحمر في ترجمة NLT لأنها من فم يسوع من يقبل وصاياي وليس اقترحاتي ويطيعها فهو الذي يحبني إذن لقد ركزنا على الوحدات الطرفية بدلاً من الاختلافات التي تميز حقاً محبة الله عن محبة العالم إذن إن كنت لطيفاً وصبوراً وحنوناً ولست غيراً ولا حاداً ولا متكبراً ولا مغروراً ولا عنيفاً ولا أطلب مال نفسي لكن أشاهد مواد إباحية بانتظام أنشر الإشاعات باستمرار أعيش في خطية معلنة عن عمد أهذا حب؟ لا إذن المحبة الحقيقية هي اللطف والصبر وعدم الحدة ولكن بالإضافة إلى ذلك يجب أن نحفظ وصايا يسوع دعوني آتي من الزاوية الأخرى أيضاً يمكنني أن أحفظ كل وصايا يسوع ولكني أحتد أنا هكذا لا أحفظ وصاياه لست صبوراً ولا هذا حب الكل لا يمكنك أن تأخذ العدوى التناسلية وتقول هذا رجل كل الأشياء معاً عندما أكون سائراً في محبة الله بحق أصبر ولا أغتر ولا أتكبر ولا أتعجرف ولا أنتفخ وأظن أفضل الظن في الكل لكنني أحفظ الوصايا إذن لهذا قال بولوس لتيموثاوس وهذا جزء من آخر ما كتب بولوس في حياته بأن تنشر الرسالة كن مستعداً أي كن متاحاً وجاهزاً في وقت مناسب وغير مناسب لم يكن الوقت يبدو مناسباً لذا منعت شارلي صديقه من محاولة إنقاذ ذيف من السقوط من الجبل لم يرد الصراع في وقت مناسب وغير مناسب سواء قبلت أم لم تقبل قبلت أم لم تقبل أقنع الناس ووبخهم وشجع من يحتاج إلى تشجيع وفعل ذلك بتعليمهم بصبر هذا من آخر ما كتب بولوس كتبه إلى شاب اسمه تيموثاوس الحب الحقيقي الحب الحقيقي الحب الحقيقي هناك دائماً حق مرتبط به الحب بدون حق كلمة الله ليس حباً على الإطلاق إنه زيف واليوم في عالمنا في مجتمعنا نحن نبتعد بعيداً عن جانب الحق ولدينا محبة زائفة ليست محبة الله وهذا الأمر بالذات هو الحافز الذي يجعلنا نخلق يسوعنا المزيف أراكم في الدرس القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة